أنا أريد فهم إش رح نستفاد من التفاقية مع السعودية وضحنا بين رح يكون ربط بالكهرباء ونستورة الكهرباء من الجانب المملكة العربية السعودية ش رح توفرنا الأعداد رح توفر لها الكميات نحن نوضح أكثر وأكثر المشاهد الكريم جيد هذا السؤال يعني مهم جدا من الناحية الفنية بالنسبة للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية رح يوفرنا أول خطين 500 ميجاوات للبصرة و300 ميجا للسماوة 800 ميجاوات هذا من جانب السعودية هناك ربط مشابه ولكن أقل مع الكويت ومع مصر إذا أنت تجمع هذه المجموعة الربط الكهربائي كلما يتجاوز عندك 2000 ميجاوات بينما الحاجة الفعلية تتجاوز أكثر من 10 ألف ميجاوات يعني أنت من ناحية الفنية أنا برأيي شخصي هذا هروب صمت الحكومة وتهرب من مسؤوليتها تجاه حل هذه الأزمة بالشكل الصحيح يعني رح نبقى المولدات؟ نعم هذا جانب إن لم يتم استثمار أول شيء الغاز إن لم يتم تفعيل شركة سيمينز وعقدها مع العراق هذه الحلول هي يعني غير مرحب بها بشكل كبير ولكن بالنسبة للحكومة هناك أفق أبعد تنظر إلى من خلال مجلس الأعمال التنسيق العراقي السعودي هي تتأمل أن هذه بادرة جيدة للانفتاح نحو الشركات لكن إلى مخرجات أخرى في المستقبل القريب وزيادة أعداد التجهيز هذا الجانب ولكن من جانب أخذ الجانب هذا الآخر بعد الفاصل حتى نعرف ما هي الإمكانيات أكثر وأكثر اللي قدمها أو تقدمها المملكة العربية السعودي فاصل رحين شوية ترجمة نانسي قنقر